اشتركوا في القناة لانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس في استجابة سريعة لتطلعات جلالته باستمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأشاد بتوجيهات سمو ولي العهد للوزراء والجهات الحكومية بالإسراع في الرجود على الأسئلة والطلبات الواردة من لجان مجلسي الشورى والنواب وبين معاليه أن هذه التوجيهات تبين إيمان الحكوم الراسخ بأهمية التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية بما يضمن استمرار مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن التعاون مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات للوطن والمواطنين منوها بالحرص الذي يليه سمو ولي العهد على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية والذي من شأنه أن يدعم الأداء التشريعية والرقابي خاصة فيما يتعلق باستخدام أداة السؤال والطلبات التي تتقدم بها اللجان في مجلسي الشورى والنواب ترجمة نانسي قنقر